الانتخابات مكلف سلعيشي بمسألة بالجانب التكنولوجي والسلامة المعلومتية مرحبا شكرا على قبول الدعوة سؤال نبدأ به عام كهيئة عليا ومستقل الانتخابات باش نعملوا استفتاء نهار 25 جويلة او لا سيبوزان باش تشرف الهيئة على الاستفتاء لانو حاد الساعة معناش يكون مش يشرف يعني نقولوا مثلا عن استفتاءنا 25 جويلة وقت الشيزي بيبدأ التحذير شنين المراحل بيتسبق ذلك ساعة شكرا على الاستضافة مرحبا بكم وفاون سلمون حيوا مستمعين راديو ماد بالنسبة للاستعدادات الهيئة للموعيد الانتخابية اللي هو الاستفتاءنها 25 جويلة والانتخابات لسبعتاش ديسمبر الهيئة منذ معناتها تم الاعلان عن هذه بديت اجاد دولة الموضوع واخذت قرارات ورسلنا معناتها وزارة الشؤون المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لهذين المحطات هذين المحطات الانتخابية سمحني في السؤال سيبيل جسم العيشي وحدكم يعني الرئيس اختب بنهار 13 اعلن عن الروزنامة وحدكم بديتوا تحذروا سمحني شكون قال اللي يزيبش تشرف على هذه المحطات احنا انطلقنا من كونه حتى الان الهيئة العليا المستقلة الانتخابات هي هيئة قائمة الذات قانونا ودستورا وهي تقوم بالعمل الامتاحة حسب القانون النافذ طالما ما فماش تغيير تشريعي او عندها تغييرات اخرى تقول ان الهيئة هي غريسة معنية بهذه المحطات فالهيئة تقوم بعملها كما يجب ان محمول عليها القيام به على حد علمي رئيس الهيئة سيد نبيل بفون رأس الرئيسي الجمهورية في هذا الغرض نحن كمجلس هيئة برئيس الهيئة بتبعها كعضو وهو الممثل القانوني للهيئة المجلس اجتمع منذ سبعة فيفري وأخذه قرار ومنشوره في الرئيس الرسمي قرار مجلسي فيه مرسلت تكليف معنتها الرئيس الهيئة بمرسلت الوزارة المالية لعداد بعد ما قدرنا معنتها الاعتمادات اللازمة واللي قدرناها على اساس معنتها الاستفتاء اخذيناه بقياس الانتخابات الرئاسية في الدورة الثانية لانه ما فيه اشترشوحات قداش يتكلف الاستفتاء الاستفتاء والانتخابات مجملها حوالي حوالي خمسة وثمانين الف خمسة وثمانين مليون دينار طلبتوا من وزارة المالية انها تعطيكم تحذر خمسة وثمانين مليار كلفة الاستفتاء متع خمسة وعشرين جوليا والانتخابات التشريعية السابقة لقوانها نهار سبعتاش ديسمبر الفيوثين عشر خمسة وعشرين مليار طلبتو من وزارة المالية خمسة وثمانين مليار رجعتكم شوزارة المالية فما حالما علمنا نحن على المبلغ المعتمادات هذه كان فما التفاعل اولي من سيدة وزارة المالية وحبرت وانه الدولة كالمعتاد ستتعهد بكل النفقات اللازمة للازمة لهذه المعطة هي خرجت في تصريح لكن احنا بعد درس نصدناها رسميا اه طلبتو وننتظر الرد الرسمي نك خمسة وثمانين مليار الكلفة ماذا عن رد رئيس الجمهورية سلعيش آآ رئاسة الجمهورية كمؤسسة هي آآ ما فماش شي معانتها موجب انهاش جاوبنا هي مباشرة احنا ننوجه كاتصال مؤسسي نوجه المراسلة لوزارة المالية وهي هي المكلفة بالتفاعل معانا والتجاوب والاجابة على مطلبنا يعني اللي فهمتو وانه الى حد اللحظة ما فم حتى شيء يقول بانه الاستفتاء المحطات القادمة استفتاء انو انتخابات الشيء يا سيبقى مش مش تشرف عليها لزي ما فم حد شيء يقول العكس هذا ما فم حد شيء كيف يقول اللي مهيش لزيه اللي بشتشرف على هذا لحد الساعة لزي هي اللي بشتشرف على المحطات القادمة. سمحني لزي الى حد الان قاعدة تشرف على انتخابات البلدية جزئية جزئية. فما اوامر رئيس الجمهورية اللي تصدر في الرايد الرسمي يدعوت الناخيبين. اي دوقت. فما نوع من التعامل بينكم بين المؤسسة الرئاسة. اي 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 دا شخلنا توه الى حد الان كل المؤشرات تقول بانه لزيه هي اللي بشتشرف على المحطات القادمة. وعليه الاعداد معناها مثلا محطة لولي هي استفتاء شنية المراحل اللي لازم هالفتحة بالتسجيل الناخبين القائمات شنية فنية مراحل انتوما سي العيش هو التوى اذا كان ناخده من 25 جويل يوم نرجعه نهار 25 سيتم الاقتراع وقبله فم يوم صمت وقبله فم حملة يقوموا بها الاحزاب ذات التمثيلية النيابية هم يقوموا بالحملة للاستفتاء انه تمثيلية نيابية هذا يشي يقول القانون الحالي حاليا الحملة يقوموا بها الاحزاب اللي عندهم تمثيلية في البرلمات اه في حال عدم وجود برلمات في حال عدم وجود حالة استثنائية اه وربما يلزمها معنتها تشريع استثنائي مرسوم 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 ينص على شكوم بش يقوم بالدعاية ودعوة الناخبين للمشاركة والاقبال على هذا الاستفتاء هو الدعاية سهلة مش يفمج معا مش يقوله امشي يقوله نعم وفمج معا مش يقوله مش يقوله لا مشروع الاستفتاء هاو نرجعو نلقاو اخر اجل قبل هو انهار 25 مايه شهرين قبل يازم على رئاسة الجمهورية اصدار امر لدعوة النخبين للاستفتاء اذا على رئاسة الجمهورية في اجل اقصى 25 مايه مايه ومعه يصدر مشفع ليه نص الاستفتاء نهار 25 مايه يزم النص موجود بش يتطلعوا عليها التوانسة وفي الان ذاته يقوموا الاخرين بالحملة متاحهم مش يقولوا هالنص اذا يوافقوا عليه ولا ما تفقوش عليه عنا شهرين شهرين هذوم بشتاجتماع فيهم اللجنة اللي بشتولي سياغة مخرجات الاستشارة و بشتتعرض اي بشتتعرض في الاستفتاء هذي عمل تركيبة اللجنة من ذات ما تركبتش و بدايتها في العمل على استخلاص مخرجات و سياغة المشروع المواحد هذي كله يعني عندهم شهرين فيديو بيمة فيهم شهر رمضان كيف يشتعرض حوار اذي حاجة تفوت المخصر عندكم متقلقين من نحكي من المسار على مستوى التوقيت سيد العيشي منحبش ربما ندخلكم في الجنب الساسي تقنيا فما مشكل خايفين من ضغط الوقت مثلا ما توصلوش وما نوصلوش حتى التو ما زلنا اما بدينا ندخلوا في وقت معناتها تاو بدا تتأكد الاجال ماذا بينا في اقرب وقت معناتها نبدأ واحنا عنا بل هذين نكتلكش عنا التسجيل نبدأنا دجا التسجيل مستمر اللي هو قانون يبدأ من اخر انتخابات ودجا انشرنا القائمات الناخبين في اخر انتخابات وقفت صار فاهد تعونك شيء وتوا احنا مقبلين على حملة تسجيل لحوالي وراحنا نسو زملايين ناخب تونسي بما فيهم الشباب اللي يخلطوا نهار 25 جويلة ولا نهار 25 جويلة يخلطوا 18 سناء هذوكم حوالي معناتها 500 الف شاب والبقية معناتها ناخبين معناتها اللي مساجلوش قبل هما نسموه نحنا زيلكتور البوتانسيات هذوما نحنا باش نسعاو نقوموا باللازم والحملة اللازمة لتسجيلهم يبقى الوقت نقول احنا جيش جيش تاوه احنا ماذا بينا فهمني وبدينا دجا حضرنا الله كيفاش تبدأ عملية تسجيل عادة انتم تفتحوا مكاتب اما في المقارات الفرعية او في مقارات البلديات تووين كيفاش بيش تسجلوا كيفاش امكاني متاع التسجيل الالي بالنسبة لكل من بلغ السن القانونية متاع الناخب يكون الالي مسجل هذية هذية فرضية نجم ونحنا نقوله اذا كان ملحقناش معناتها والوقت ضبطنا نجم فما فرضيت ولا معناتها كي ما صار في 2011 انها يصير معناتها لكن هذا يزموا يزموا قرار ويزموا تشريع لا يصيب القاسم سؤال هنا اللي دي ما قرقني علاش ما نقتصروش على بطاقة التعريف كل مواطن تونسي عنده بطاقة التعريف وصل السن تسمع له بانتخاب يمشي ينتخب علاش تسجلو الناس ومبعد نولو الشك وعليش سجلتو فلان وما سجلتوش فلان ومبعد التلاعب بالقائمات علاش من اللول ما تمشيش لامور سهلة ومعناها كلمة عندك بطاقة التعريف تتعدى تنخب هذا يا سينوتفي مش مربوط بين احناك هو هو نص القانون الانتخابي هو اللي يقول انه التسجيل ايرادي هذا يا ستنشوات خذاء حتى بطاقة التعريف ايرادي عندك تتعريف تتنخب لهم تنخبش اما هذا سيب القاسم القانون تعمل هذايا لانه حزاب سياسية كانت تعرف انه اذا باش نسايبوا التوانسة كل واحد بتعريف تكفي باش يصوت ماش باش تكون النتائج فيه صلاحة وبالتالي تم اشترات انك تسجل باش يتم التلاعب بارادة الناخبين والتوازنات الانتخابية والتحكم فيها عن بعد وشوفنا في الانتخابات الفارتة وقت اللي ليزي مشيت عاملة حملة في الوساط الطلابية وتم تسجيل قرابة ثمانية وتسعمية تلف مونة معناها ناخب جديد حركة انهذا اهتزت وهلعت وقالت لا لابد من ايقاف التسجيل يزي فيه البرك هكا صار ولا ما صارش انتي وقت يظل يمزلت مكش في العي لا في 2019 ما انتخبت في 2019 2019 صار عليها مسار ساجلنا مليون وخمسمائة هكا سيبراهيم ولا انت ذاكرتنا ساجلنا مليون وخمسمائة وقتها وقتها انهذا تهزت وتنفضت خالك كيفاش حاليت وتسجلوا في الناس لانو تعرف هي القاعدة انتاحها محصورة مضبوطة لا تنقص لا تزيد دونك تقول لك اذا بيش تحل اللعب تقول لتونسي ببطاقة تعريف ينتخب انا ميساعدنيش اذا اليوم كل البلاد بعد 25 دخلت في مصار السياق جديد واللعب ولا على المكشوف اذا ثم القانون هذا يزم ويتغير ينجم رئيس الدولة بجرة قلم بيمرسوا يغيروا ونصبهم يقتصروا علي بطاقة تعريف عدد من يحقوا لهم الانتخاب في اخر سجل قدش كينسي العيش 2019 كنا في سبعة ملايين ومياه وشوي سبعة ملايين ومياه وشوي هذو المسجلين من مجموعة ثمانية ملايين وثلاثمئة دونك ومرشح العدد وانو يزيد جوز ملايين اخرين اللي بلغوا ثمانتاش نسلين احنا ماذا بينا يوصل حتى جوز ملايين اخرين حسب التجربة كل شي كنا خلطوا احنا مليون اخر مليون ومئتين اخرين يكون احنا تورو نسبة بتاع التسجيل في سجل الانتخاب متاني حتى حسب معانتها المقييس العالمية معانتها من احسن ان يسب التسجيل لكن انتوما ربما ينتهي دوكم غادي مسألة التحفيز على الاقبال على سنديق الاقتراع هي دور الحزاب السياسية واللي يدخلين في اللعب هذيك مربوطة باللوفر بوليتيكو باللوفر معانتها خدمة الاستفتاء ايه؟ يختلف على الانتخابات سواء الرئاسية ولا التشريعية ماذا؟ كيفاش الحملات الانتخابية تنجم تكون في إطار بالنسبة للإستفتاء؟ كيفاش نجم تقولها؟ طو بالنسبة للانتخابات فما قائمات سواء قائمات حزبية ولا قائمات مستقلة والقائمات الحزبية لحزاب متاحة تقوم لها بالحملات القائمات المستقلة نفس الشيء الأعظام متاحة يقوم بالحملات بالنسبة للرئاسية نفس الشيء كل مترشح يقوم بالحملة الانتخابية في طار احترام القوانين المعمول بها بالنسبة للإستفتاء المسألة تختلف شنية رؤيتكم منتم للحملة الانتخابية بالنسبة للإستفتاء أنه كل واحد ينجم يشارك في الحملة ويهل طرع زادة خطر نعرفه بالنسبة للانتخابات سواء الرئيسية والتشريعية فما السعي معينة عتبة معينة إذا تجاوزها ينجم يتمتع بالتمويل العمومي إذا ما تجاوز هاش ما يخيش تمويل العمومي لهنا كيفاش بالنسبة للإستفتاء بالنسبة للإستطاع كما قلنا فما الطرف المعنى الطرف السياسي المعنى هما الأحزاب النيابية حسب القانون الحالي أما بالنسبة للهيئة هو محمول عليها القيام بحملة لتحسيس الناس للذهاب للاقتراع هذه بالنسبة للهيئة لا ما تدخلش المحتوى الهيئة ما تدخلش المحتوى تتحسس الناس وتقنعهم باش يمشيوا تقوموا بحملة محمول عليها وتبذل العناية والمال اللازم والأقلية اللازمة باش تحسس الناخبين باش يمشيوا يقترعوا فالاستفتاء هذا هي بالنسبة للهيئة بالنسبة للأحزاب والفاعلين السياسيين هذوكم يمشيوا هما لي باش يحسوا على المحتوى أنا ندرأ إيه ولا لا لكن حتى مواطن عادي لهنا أنا كمواطن عادي ما أنت ميش الحزب نجم وغدو الحقي أنا نقوم بحملة نقول راني أنا ضد ولا معا مثلا وأنا سلت لك سؤال لهنا هل فكرتم منتم أنه طوال الأحزاب هذية اللي بتشارك في الحملة الانتخابية هذية ولا حتى الطرف اللي هو ممثل في رئاسة الجمهورية قلت لك بالنسبة للانتخابات فما عتبة واللي يفوت العتبة ذي كان له الحق في الحصول على التمويل العمومي واللي تحت العتبة 3% يبدو لي ما عندهش الحق اللي هنا في الاستفتاء يبدو لي أن القانون سكت صمت عن هذا ما فما يش إمكانية نحن مش نراقبوا الحملة حسب القانون الحالي فما كان الأحزاب النيابية هي اللي بيش تعمل الحملات ونراقبوها بالنسبة للمواطنين العاديين ما نعرفش معتها المواطنين مش يتنظم هو في جماعات ولا شو واحد مش يعمل الحمالات مش واحد ويبدو مواطن عادي نجمة حتى يكتب على الفيسبوك متاعي ويقول لنا ما عاوزت مثلا لطش منا عارش حادك منا تفعله لخامش المحوالي خلفص خطر مهمة لأثارها براحيم نشوفوا في التنسيقيات السيد الرئيس واللي هي بيش تكون تدافع نحو أنه تنسي صوتوا بنعم لكن هم وهمش منتظمين في حزب كيفاش بيش تتعامل معهم الدولة وماش قولك فيما قالوا الرئيس البارح أنه الاستشارة لم تتكلف ولا من لي في حين أنه شفنا معناها تجهيزات كبيرة معلقات خيام جولات ملابس شابوات المرأة وإلا الرفيرانس معناها تمثيلية نيابية بالمشاركة بنعم بلاد هكا ولا هكا معناها مسألة التوضيح مهمة جدا لأنه خطة مثلا ينجم يقولك كيف تعملت لايكا مع صفحات الفيسبوكية في الانتخابية إذي كمي حس بتيش لايكا لأنه يقولك فميش أنا قانون يجبرني بش أني انتبح كما معناها لسيبوغ تقليديين معناها علام مرء سمعي بصري ولا مكتوب هنا ينجم يقولك التنسيقيات ولا الأطراف ولا غير منظمة في مجموعات قولك حتى أنا طوي لحد الآن القانون سمط عن ذلك تولي معناها لحزاب هي أبيدة تتحرك دون أن تكون منتظمة معناها بشو دخلو في حرب قعباجي ما في قعباجي سيبوغيس نحب نسأل على كيف ترد ليزي على من يعتبر أنه الهيئة اليوم غير قادرة على تأمين انتخابات شفافة ونزيها بعد أن أثبت أثبتت فشلها وأنها غير محايدة مثلا تصريح لزهير حمدي من عام التايير الشعبي أنا كانت تسمح مش نرجح على النقطة الثانية اللي شارها سيلوتفي فيما خص قتلي السؤال خلاني انتعه تمويل أهكستك على الاستشارة رئيس البناخ متكلفة حتى فرانك ولا بالنسبة للاستشارة بالنسبة لنا نحنا كهيئة نحنا غير معنيين بها من الأول حتى التول لأنها ما هيش هي محطة قانونيا ولا دستوريا تتعني الهيئة هذه الاستشارة هي من قبيل سبر الأراء والاستفتاح على الأراء وهي احنا معنيين لا بيش نرقبوها ولا باش نشوفوا معنتها كي صارفاها تمويل المسار لا بس هيع سيبيل جسم لكن هنا هنا انتلقت من المعلومة على تهينا البلح سيد الرئيس إذا أخويا الاستشارة شاركوا فيها خمسة مئة وخمزين الف تكلفت كلفت سفر من لي وانتم أخويا طالبين خمسة وثمين مليار على استفتاء هي ثبتوا لرواحكم صراحة يعني انفضل وقت هنعمل استفتاء إلكتروني ويطلع لي بلاش فلوس خير من لي انتم خمسة وثمين مليار مستحق البلاد اليوم كل دور ومش كل مليار هو كانك على يا انتم تبالغ يا الرئيس يبالغ أعطوه هو كانك على هنا مش نجاوبك في صفتي صخصية وحسب اختصاص أنا ديما كنت من اللي دخلت الهيئة وانا ندعو إلى الرقم سواء على مستوى التسيير الإداري والمالي للهيئة وانتلق من مشيت غديكة وتوقع عنا معنتها منظومة مندمجة معنتها في التسيير المالي والإداري للهيئة وانا حتى لتوقع ما زلنا ندزل بشتات تكمل وتكون معنتها شاملة وبالنسبة للبروزيس معتها المصار الانتخابي مرقم نزده وان شاء الله أنا في المشروع على أقل فعلا ما أنا ما زلت في الهيئة واندز معايا الزملاء أنها نعمل ما بين مصار الانتخابي الرقمي والمصار الإداري معتها التسيير الإداري ليش مثلا غدوة الحقيقة عنها استفتاء دوبما نحط الرزنامة فهذا عنده على كل ما هو شراءات وكل ما هو تحذير لوجستي وكل ما هي معنتها الكونكور وانتدابات وتولي العمل وتسأل وتولي واحد وان شاء الله هذا نخلطوله وأنا متفائل ليه وعلى كل أنا متشبث به بالنسبة لمن يقول أن الهيئة غير مستقلة اليوم ما تجوش تشر نحن هذه مواقف سياسية وحن كهيئة حبينا ديما وحرصنا ديما أن ننقى بأنفسنا كهيئة كمستقلة محمولة علينا الحياة والتحفظ هذا بالقانون السياسي ونحن من ندخل في معتها تجاذبات سياسية وردود وتفاعلات للأراء السياسية هي حرة وكل واحد عمن منظوره يقيم أداء الهيئة وهذا هو من حق كل مواطن تونسي وكل سياسي وكل معنتها تونسي أنه يقيم أداء الهيئة بالنتيج متاحها وبما فرصت عنه معنتها المحطات اللي قامت بها الهيئة خاصة معنتها من أخيرا انتخابات 2019 انتخابات تشريعية انتخابات الرئاسية سابقة الأوانها على دورتين ونتيج الظلية النتيج اللي يوم شكت فيها البعض برحب المستسنانية تتحدث على نتيج انتخابات الرئاسيس يا عايش فما نتيج أخرى نتيج أخرى ورقم آخر هو ثيقة التونسة في الهيئة نهار النتيج وقبول نتيج الانتخابات الأخيرة هي خير دليل على معنتها أداء الهيئة على أقل رجعين معاكسي بالقسم العيش يعضو الهيئة العلية المستقلة للانتخابات تماتم جودة أهز تماتم راوية من أرض بليدي وميها وشبعان بشمس هود فيها مختارة بالحبة وبرشة محبة فرشكة صافية من غير مويت حافظة وبلاش ملون هذي كعليش اخترتوها سافر دولاني دو ميل فاندو جودة مية بالمية تماتم ميدي ماد ميدي ماد كل يوم من الثنين للجمعة من نص النهار المذي ساعتين مع إيمان المداحي نطفي العماري وبرهيم الوسلاتي على راديو ماد ميدي ماد لخبار صحيح والكلمة حرة ميدي ماد أهلا وسهلا ورحب بكل من التحق بينا في الاستماح ورنا متواصل مع سيد بالقسم معايشو عدو العلية المستقلة للانتخابات سلعيشي عندك مذيف على المسل لأمور المالية بقى خطر أنا في محطة إذاعية أخرى وفما زملية الصحافيين فما قال لي وقتها فيما يخص الميزانية ها وفما معنتها منظمات تساهم وهي تمول وكل شيء حبيت نوضح لنا نسأل الغلب وقتها ما فات أنه الانتخابات اللي تصير نحن نطلب اعتمادات هي من مال الدولة التونسي معانتها من ميزانية متاع الدولة وليس ميزانية ولا أموال قادمة من منظمات ولا من منهبات من الأشخاص مذاتين ومعنوين هذا ممنوع بالقانون ونحن نعمل ونصرف معانتها أموال اعتمادات تجينا من عند الدولة لكن شفنا في السباق الانتخابي في الحمالات الانتخابية أنه منظمة غريبة الهوية والتمويل كما منظمة هذه مناظرة هي لتشرف على معناها المناظرة بين المترشحي للرؤساء لرئيسة الجمهورية أنتم ما عندكم عالم بهذه ما تعرفوش تمويلها شكون اللي وراها خطر نشوفوا فيها حتى بعد الانتخابات مزلت متواصلة وتجري في منظرات يعني في مواضيع شتى وتبث مباشرة على أكثر من قناة التلفزية مما يؤكد أنه ثم أموال طائلة ورا المنظمة هذه والجمعية اللي صراحة لا نكاد نعرف لها معناها سر تونسية خارجية صحيح سر هي بالنسبة لل ما ننخلوش خلن نرجع شوي على التمويل للمنظمات احنا الهيئة هي رهي مفتوحة على المجتمع المدني ومفتوحة على المنظمات وتتعامل مع المنظمات لكن فيما يخص النشاطات التكملية لما عند هاي شي معنتها علاقة مباشرة بالمسار الانتخابي اقصد معناها ان مثلا جينا منظمة تعرض علينا تقول انا مش نمول التكوين مش نمول مثلا كما نقول احنا بس تنجم احنا احنا خاصة في هنا نقول احنا في الجانب التقني هدايا كل شي نتعامل مع منظمات بذاتها اللي عندها بالنسبة لنا نحن اللي تونس مساهمة فيها كما البنود اللي هو صندوق العالم للتنمية فهمني البنود اللي هو منظمة متى تابعة المر المتحدة واللي تونس هي عظو فيها هجينا يقترح علينا نحن نشوف الحاجيات تمتاعنا نقترح عليه احنا نقوم بكل شي هو عليه كان جانب التمويل ما يدخل في المواصفات ولا معنى تكنيك ولا يدخل في احنا نختار احنا نقوم باستفق وكل شي ونجي الواحد ونعمل البرودويل باش نعملوه هداك مراقبتنا نحن المباشرة هو ما عليه كان التمويل ما يدخلش في الجوانب وراحنا الصميمية اللي هي حساسة للهيئة هذي كان استقلية الهيئة فاها واضحة ومعنى مسؤوليتها ما فيها شي نبس فما منظمة ما قلتك مثلنا التوزكية مثلنا الاعلام ولا مثلنا نهارة مش حواج مع التكملية خارجها معتها على بعيدة على المسار الانتخابي اللي ما تمس في حتى شي المسار الانتخابي المثال المناظرة باش نرجع محددة هي اللي وضعت الاسهلة هي اللي ادارت زوز بمعنى هالدورات ومتع نقاش يقول قائل سؤال انه كترا انت بخزر بركة ما هيش حاجة متعبرش فلوس يعني ما كانتش التالب الوطنية هي اللي تتكفل باعداد المناظرة هذي اللي تهم سيادة بلاد وتهم شكون غدوة باش يخرج ويحكمنا تجي منظرة مجهولة معناها منظمة مجهولة هي اللي تدير النقاش وهي ربما يتأثر في طرح الأسلة خاصة وتختار لجم حتركوا الحق موجها صراحة النسلة كبيرة هذي يا ربما خليني نضيف هل ترى الهيئة الانتخابات كانت ترفيها ولا الهيئة فقط هي كانت ترفي العملية هذي بالنسبة للمناظرة هي كانت تجربة جديدة وقع اقتراح علينا من التلزة التونسية واحنا وشاركنا فيها احنا حطينا ممثلين لنا والهيئة حطت ممثل وهما هذوما شركة مناظرة ولا هال جمعية جمعية هي هي جمعية قال كل شيء أنا على العلم هي جمعية جمعية تونسية لا ماذا مش تونسية هي جمعية جات قالت رأي هذي هذي اول تجربة معانتها بالش سير وعلى ظوءها هي حتى بالنسبة للأسألة وكل شيء كان فما عنا عدو حاضر ومشارك في السياقة الأسألة وكان فما معانتها ممثل عن التلزة التونسية عن الهيكاء وعن الهيئة هذي اللجنة اللي صاغت الأسألة ومعانتها المناظرة هي هذي جمعية مناظرة هي قامت نجم تقول باللوجستيك وبال ما معانتها الباقي معانتها نتعال تتحدثت على مساهمة المنظمات الأجنبية فما منظمات دولية كما البنيويد مثلا ولا غير هي لغلك ولكن فما منظمات أخرى غير دولية كما الاتحاد الأوروبي وغير وحتى فما منظمات أخرى تلقى التابعة الدول أنتم أين أناه من المنظمات هذه اللي تتعاملوا معاها وانت توذكرت قلت احنا المنظمات هذه تساهم بالتمويل ولكن نحن اللي نقوم بكل شيء اللي ما أعرف أن المنظمات هذه أحيانا تفرض خبراء متاح هي مثلا فيما يتعلق بقاعدات البيانات ولا المنصات وانت المشرف عليها هل المنظمات هذه اللي تمول أحيانا إعداد منصات وإعداد قاعدات بيانات تتدخل بشكل مباشر في هذه العملية التقنية باي باش نكونوا دقيقين في الجانب هذا صحيح فما منظمات يجيوا كما قد كما البنود وغيرها يجيوا يقترحوا علينا ونحنا نشوفوا حاجياتنا نحنا ونجيوا ونقترحوا معناتها ونحنا نشارك هما عليهم التموين أما نحن لنحدد كراسات الشروط والحاجيات التقنية ونحن لنختار حتى كيف يجيبوا هما خبراء وكيف نسمعوهم لكن نحن كلمتنا الخبراء كما عجبناش خبير من نرضو هما يجيبوا عندنا الخبراء مثلا التكوين سمحني سيب الجسم اللي نعرف كونه في التكوين عندهم الخبراء متى عامل يدور من بلاس لبلاس ساعات يجيب لك خبير من أي دولة أخرى وفي الحيل أنه انت في تونس رو عنا ربما خبراء أفضل منه بكثير وعندهم باع وذراع يجي هو يقول لك عندي الخبير كذا وحيان وقت يجي الخبير عنده كما الدرس اللي تعلم في ذاك اللي عنده ترقاه 30 سنة ونفس الدرس اللي يعود به فمتني يجي يبدأ عنده نفس يعني النص بين ظفرين يجي يقول لك هذا اللي عندي ويقول لك فمتني أنت تتدخل يعني كهيئة لا تتدخل في ذلك صحيح سيبرهيم أحنا اللي اللي حضرت عليه أن ديما نجم نقول 99% من الخبراء اللي جابهم كانوا توانس وأحنا كان لنا عنا فيهم كلمة فيهم قبل ما يبدأ ويخدم وحتى يقترحوا علينا يبقى ديما الكلمة الفيس لنا نحن كمجلس هيئة نختار أشكون اللي نحنا نوافق عليه لأن عنا ديما اللي ما نفقوش عليه مجيش وما يتعملوش معه تعملتوا مثلا مع المعهد الجمهوري والمعهد الديموقراطي أنا على علم ما أنا على علم ما تعامل معه معه الجمهوري تابع الولايات المتحدة الأمريكية والمعهد الديموقراطي كيف كيف فمزوز معهد لهنا اللي قاعدين يشرفو هما على التكوين تكوين كونه برشة أحزاب كونه برشة جمعيات وهما زادها يعملوا زادها في استطلاعات رأي هل سابقة للهيئة وانتعاملت معه أحد هذين المهدين على علم أنا ما تعاملش معه هل أنه نتيجة الاستفتاء قابلة للطعن أم لا على غرار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية نجم يطعن واحد في نتائج الاستفتاء وبالتالي هذا يأخر ربما حتى أعلان نتيجة النهائية طبعا معنا نحنا ديما نتائج قراراتنا هما قابلين للطعن لدى المحكمة الإدارية وخطر أول مرة نعم الاستفتاء هذاك أول مرة وهو كل نتائج نحنا وكل قرارات الهيئة هما قابلين للطعن لدى المحكمة الإدارية الإدارية لكل فهم يلي بيش تكون تقليدية بنعم قبل بنفس معناها كيفش نعمل الانتخابات هذيك الخلوة تدخل تتسجل دون كذلك الأعلان عن النتائج يكون أسهل من حكاية الفرز وغير وغير ومسألة الأعلان عن النتائج يكون أسهلة شوفنا أنه الوزراء تحمس وتجند لخدمة الاستشارة والمشاركة في الاستشارة هل معناها بش يكونوا موجودين في الدفع نحو التصويت بنعم في الاستفتاء الحمد انتخابية نهيك من الاستفتاء هذا حدد حتى ما صار رئيس الدولة لأنه رهانه على الاستفتاء هذا مفروض أنه يكون بنعم هنا تنجم الحكومة تنخرط في الدفع نحو التصويت بنعم معناها تماشيا مع رغبة رئيس الدولة حلو مقارات وزارات ومدر ثقافة وشباب أحنا كهيئة باش نقوم هي الوزراء هي السلطة التنفيذية لا المرة هذه مختلفة وانتم تعودتوا انتخابات تجريها في وسط سلطة تنفيذية متنوعة زعمة زعمة وتعددية كلهم معنين دقاهم كلهم معنين اليوم رقيتوا رواهكم أمام تقريبا طرف واحد متوحد كرئيس الحكومة للدفع نحو نعم كنتيجة الاستفتاء ولن تقبلها بغيرها لأنه حتى هي وكان يطلع الاستفتاء بلا هي بيدها كحكومة ولا معنى وتسقط ربما لأنه جاء رئيس الدولة بيشتبق بها مشروع اللي هو مضمون هذا الاستفتاء هنا جي خصوصية ربما الاستحقاق هذا يعني احنا كما كما في الانتخابات وكما الاستفتاء حتى ولو هو الذي لأول مرة يصير في تونس فهمتني فانصار قبل قبل احنا سنحرص كهيئة تبقى للقانون انه يكون فيه معنتها تكافأ فرص ما بين الناخبين المرة هذي فهمتني وانه ما يقعش معنتها التدخلات معنتها اللي ربما توجه افهمتني التأثير على ارادة الناخب هذي مفروض علينا نرقبوه ونقفو معنتها نقفو لكن هل يحق الوزير يحق وزير في الحكومة الحالية يقوم بحملة انتخابية هذي كان وزير اون اجزرسيس باش يستعمل مقدرات الدولة وعنده واحد يظل لي هذي ممنوع هذي من استعمال مقدرات الدولة المادية هنا كوزير ومعروف هنا وزير متعقائي الصعيد مش ندعو فيه اجتماعي واتحمس ندفع الشباب انهم يصوتوا بين عملي مشروع هذي هنا يدخل في المخالفة الانتخابية وإلا لا حاليا من جمش من جمش يبقى يبقى حتى المسألة تحمل كل راه ارف وار بيزم وار مشديد خاطر اذا كنا مشي وللقديم برلمانية اليوم عنا احزاب فقط مسألة تمثيل برلمانية محذوفة اليوم هاي دوك شكون معلقة معلقة دوك اعدت ان الظرف اللي بخوز سيوس كام من متاع الحملة راو معناها شكو لنا معادش وقت حكينا معناها عنه الاجل متاع شهرين ويلزمك تكون ظوابط معناها وتفصل في شروط المشاركة والدعاية ومعناها التسجيع وتسجيل وكذا كل التفاصيل مش تعرضهم المشاكل هذي يزمهم منتوع معناها حتى ومش يطلب من الدولة كان ثمانين خمسة وثمانين مليار اطلب زيد انا كيج اخويا نوضح النقاط هذي باش متبقاش علاقة تيني الفلوس واك هون بعد انتي تلقى راك تستضم بتجربة اولى فاها من الثقوب وفاها من المفاجآت غدولي ربما تهزنا بي انتي الوضع الداخلي للهيئة اليوم نعرف انه فما بعض الاعضاء فتت داخلي يعني فما امكانية متاع استفتاء الالكتروني لان نذكر وانا السيدة رئيس الجمهورية في احد المناسبات قاري فما بلدان تقوم بالانتخابات الالكترونية موجودة هو انا اللي نجم نقولك عليها اليوم ان نحن قاعدين حتى تدوننا كل شي واحد واخذين القرار معنا تهن مرسل وزارة ملي للتحذير للسعدات للوحدة وقدنا من بين الوحدات على الاقل بالنسبة للمواطنين التوانسة المقيمين في الخارج انه وهذه طلبناها منقبلها حسب التجربة متاع الانتخابات الوحدة وقاعدين ندفعوا لها انه على الاقل بالنسبة للتوانسة دي في الخارج نعمل استفتاء الالكتروني وهذه فرصة باش ما توى السؤال متاعك سيبراهيم فيه جانب تقني وجانب انقل راح انت شريعي الجانب التقني الجانب التقني ممكن ممكن باش من الوقت اللي يازم توى اذا كان اليوم انقل ونمشيو لسير التشريع اللي يازم ونمشيو يزب تنقيها القانون بالتباع يزب تنقيها القانون توى يقول لك واحد يدوي استفتاء يدوي كم الانتخابات استفتاء يدوي مكتب اختراع وورقة وتمشي في المدلة تحط تكوشي ما اتفهمتني بينما الاستفتاء الالكتروني يزبو منصة ويزبو نحنا نجمو نحضر اذا كان اخذت الامور منتو نخط يبقى بالنسبة هذي تقنيا بالنسبة للتشريع زادة كيف 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 مكان يعكس لذي ممكن تعديل واحدة فهمتني بمرسوم وفهمتني وورد وفي نفس الوقت زادة توضيح الجوانب بالاخر المراقبة ومتاع ما هو مسموح وهو متاح وهو غير متاح وهم مخالف للغاية وحبيت نرجع جيست على فكرة بالنسبة للهيئة انها بتحرص على تكافئ الفرص هذي صارت نراه في الانتخابات الرئاسية في دورة ثانية كان عنا مترشح قابع في السجن وكان عنا مترشح للرئيس الحالي كان البر قم بالحمل امدع والهيئة معنتها قامت باللز لأنه معنتها يصير بناء على واجب تكافئ الفرص اللي تحرص عليه الهيئة وقمنا بلازم حتى لقاع معتها في الاخر اطلاق صراح المترشح حسين صارت سغطات على الهيئة لإسقاط المترشح الثاني أنا لا سأل هم اللغوط السلعي مسألة الأصلاح الداخل اللي تحتاجه الهيئة اليوم نعرف أن بعض الأعضاء معناها اليوم في حالة إلى تجديد العضوية متاحهم فمجد الاخر بيقع بيقصوص القانون الاساسي باعتباره سابق الانتخابات حتى تلفين ومعتاش وغيره إلى أي مدى الهيئة في حد ذات اليوم من الداخل في حاجة إلى إصلاحات داخلي توا تقيل الكثير على الهيئة وهذا يواقع معناتها أنه اليوم الهيئة توا عن أعضاء منذ عميد انتهت المدة لكن قانونيا ما زال عندهم صلاحيات متعرف القانون ما فيهش فراغ قانوني القانونيا ما زال عندهم يتمتعوا بالصلاحيات التامة باش يقوموا بمهامهم كأعظام منهم الرئيس ونأيب الرئيس وفهمني الهيئة حتى اليوم والكرة فيها موجود ولا دليل ذلك أنا اليوم قايمين بالانتخابات الجزئية كما كان نحك إبراهيم متاع البلديات ونصرح بالنتيج وقوموا بالإسم يبقى هل هذه حالة طبيعية عادية يزمها أنا نجم نقول معناتها اليوم وارد جدا فهمتني النظر للهيئة وهالوضعية هذه معناتها فهمتني فيما يخص معناتها وارد أنه تصير تعديلات على مستوى ربما عدد التركيبة على مستوى عدد الإختصاصات على مستوى جيتكم بعض المؤشرات معناتها بعد تقييم الأداء أنه معناتها هذه قرحنا طبيعة الأشياء أنه ها كنا نحكي وفهم راضي فما لمش راضي فما لقال فهمتني يا سيدي يا شبه معتها هي طبيعة الأشياء أنها كل جهاز ولا كل هيئة ولا كل مؤسسة تتقيم الأداء متاحها موضوعيا وربما نحو باش نمشي وباها نحن وشون للغاية باش نمشي وباها نحن أفضل لي 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 باش يكون معناتها أداء أفضل وباش وها الكلام بتاعها مخترقة وها مش مخترقة وهو أداء واحدة وهي اتخبت مزورة وغير يظهر ماذا لو كان مصير الهيئة نفس مصير المجلس الأعلى للقضاء إعلان الحل والإتيان بهيئة جديدة يقعد الهيئة كهيئة تكلف بالإشراف على الاستحقاقات القادمة ولكن أعضاء يكونوا بالتعيينات من قبل السيد رئيس الجمهوري لأنه فمش تمثلية متاعها هيكل طبعا شوف ما هيش عبا تعائزي متقعدين أنا الوحيد تعيين أنا الوحيد بعد شهر وصلت العمر نرجع معناتها موقف أنا نقول لنا شخصي كعض وكبتة والهيئة حتى التو حكيتوا فيها الفرضية هذي سنسر مولة لأبضاف الاستثنائي سلعيشي معناتها ميكروب ربي الدولنا فاها وحكينا فاها وقاعدين معناتها نتبع وزادة في الجو العام وفي المحيط متاعنا وما نشي في انقطاع معناتها معاه أنا اللي نقوله اليوم واللي بلاتيك ما معناتها مقتنعين بيه اغلبية الاعضاء هو ان هذي هو مكسب نقولوا احنا وطني من نقول احنا الحكمة اليوم انه ما نجيوش نهدو معناتها مكسب ونقعد ونعاودون ابني هذي اللي ممكن واللي وارد هو انه الاسلاح نحو الافضل قيموا اليوم قيموا معناتها خاصة على مستوى المجلس لان الهيئة راه فيها زوز عناصر كبرى المكونة عندك المجلس اللي هو معناتها مقرر سيدي وعندك هذوكم أعضاء الهيئة هذوكم المجلس وعندك الادارة التنفيذية اللي هو جهاز التنفيذي اللي ينفذ قرارات المجلس صحيح هي ككل المجلس سونا نشوف المجلس البلدية وشوف عندها الهيئة المجلسية بكلها مازالت نظام المجلسي ديما معناتها مازال مش مستساق كما يجب ومتلقاش ديما القمة ديما تراجع يقول لك كان مفهمت في الله سونا نشوف المجلس البلدية يقول لك كان وش نقعد نشاور في 30 مستشار الفرق الوحيد ما بين المجلس البلدية والهيئة متاعنا والهيئة الأخرى أنهم المستشارين عنتها قارين قارين مستمارين ويخلصوا على الهيئة المجلس البلدية والمستشارين لا يخلصوش وهذاك عليش فيما نحللات وفيما مشكل ماذا ماذا فيهم الموظف قار بالأعضاء والمستشارين والقار بالتسعة أعضاء حوالي 300 في الجمهورية قد شعنتكم من مكتب عنا براسك دونك عنا 27 عنا 24 ويلاية وعنا بلايس فيهم زوز مفتوحية مفتوحية ومفماش تدفع في الكروات وعنا وهذاك عليش كيز مهمها تقييب للهيئة لأنه واحد قاعد معنا مربع يدي حتى تجي انتخابات باش وشاريت وتمشي والكرا يمشي متاع لمحل في 4 كون ديو بي عنا جل المقارات هي ساعة مقارات ملك على ملك اخذتها فاكم المقارات المصادر فامتني هميك الهيئة اي اخذتهم الهيئة اخذتهم في المصادر اخذتهم بالبتة بالبتة متعدة جمعهم فامتني هولي ما خذتوش من هي كان المقارات تعتجم اخذينا المقارات اخذتهم شوية نتاج نوفمبرية الحواء اليوم للي يتعن ربما في نتاج الانتخابات الرئاسية وسمعنا اكثر من صوت يقول بانه براح بيرموز تدعو الى فتح تحقيق في النتائج انتخابات الرئاسية مثلا سلعيش كيف ترد لهاي لمن يشككوا في نتائجكم احنا ما وقعت اه ما توقعت اعلن على النتائج تفتح باب التعون ولم يقعت عنه هذا تقدم التعون التشريعية كلها المحكمة اليدارية لكن المحكمة اليدارية فامتني معناها تقريبا صفر كلها رفض برطان فامة حاجات تجاوزات خاصة اللي صارت في المكاتب في الخارج مخجلة مش حتى معناها محرجة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك لكل لكل الفريق التقني شكرا اكيد لإفادة حاصلة شهية طيبة في المن شكرا نيدي ماد